ومن هنا بالضبط يجب أن نفهم إيه اللي بيحصل بعد القطاع المباركة وذلك لذلك علينا أن تفهم ماذا حدث بعد مباركة تقوم بها بالنسبة للقطاع من عدم ناحية الثورة والنسبة للإخواني المسلمين والقوى الليبرالية الثورة حققت يوم 11 فبراير بخروج مباركة لذلك للمسلمين والقوى الليبرالي والمسلمين حقاً، أعتقد أن المباركة كانت مفيدة مع المباركة وأصبحوا مستعدين الآن للمشاركة في الصرطة والجنس المباركة وكانوا مستعدين للمشاركة في الصورة ومستعدين للمشاركة المباركة بالنسبة للعمال والفلحين والفعراء وقوى يسار الصورة ليست متهجة وكانت تحديد للعام والفعراء 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 والعمل والجنس المباركة لأن السياسات اللي كانت ينفذها مبارك مثل السياسات الليبرالية الفجيلا والسياسي والتبعية الأمريكية وإسرائيل ما زالت هي اللي تتنافذ الوقتين للمجلس العسكري والعقوبة؟ لأن الموازمة العامة للدولة بعد الصورة كانت تشبه جداً الموازمة العامة التي كانت تطلقها وكانت تشبه جداً الموازمة التي كانت تشبه جداً للمجلس العسكري كل وراء كان يتنفذ فيها المجلس العسكري كان بيأكد لأمريكا وإسرائيل أنه حيحافظ على كامل مجلس وحيحافظ على نقاط مع أمريكا وإسرائيل وكانت تشبه جداً لأمريكا وإسرائيل وكانت تشبه جداً لأمريكا وإسرائيل وكانت تشبه جداً للمجلس العسكري وإسرائيل المتحدثة التي كانت تشبه جداً لتشبه جداً للمجلس العسكري لتشبه جداً للمجلس العسكري بالنسبة لالقطاعات الوصع التي عانت من إستغرال والاضطهاد في ظل مبارك ما زالت المعاناة تشبه جداً وعن الاستفادة من النظام الراسمالي يمكن التوقف بالوقتي وجاني السماوات ومن المستفيدين في حالة التنقض وبالتالي التنقض اللي احنا شايفينه هو التنقض من بعض التصورات ومن المستفيدين في حالة التنقض اللي احنا شايفينه هو التنقض من بعض التصورات لكن التنقض دوت عمره ما كان غريب على السورات دايما السورات الشعبية الضخمة اللي بتعمل أقصى تعبئة شعبية بتدفع بالقوة الإصلاحية للمقدمة وهنا بيجي قوة دور القوة الثورية المنظمة عشان تقدم نفسها كبديل ثوري للنظام ككل مش بس اللي احنا شايفينه وكان الوقت خلص ممكن نبقى نتكلم بعد كده عن برء الحركة العملية والطبعة العملة قبل الثورة ودلوقتي ترجمة نانسي قبل الثورة شكرا